موسيقى السلام الله عليكم معكم ارادة مقارنة كورا فانس وعشاركم مبروكة ادخل عليكم الله بالصحيحة والسلامة والعافية والرزق و هذا شيء كامل الذي تتمنى الحلقة اليوم ستكون ضمن سلسلة من الحلقات ستحدثها بتفصيل على الانديا المغربية التي تمتنا في المصابقات الإفراقية الراجا والويداد في دوري أبطال الإفراقية والجيش الملكي في المصابقة الكون فيدرالية المأمورية الانديا المغربية و هذا الموسم لن تكون سهلة خصوصا على اننا الموسم السابق سيطرنا بالطول بالعرض الويداد خدا دوري أبطال الإفراقية نهضة بركان خدا الكون فيدرالية وحتى اخر نسخة البطولة العربية خداها الناديا مغربي ويتعلق الامر بفريق الراجا الرياضي اي فريق يواجه الناديا مغربي يدير اكثر من المستحيل باش ينتصر عليه وهنا الدور الجمهور تعودنا على انه تدير شي حاجات غير متوقعة الجمهور المغربي واللهار بزاف الجمهور المغربي أصبح يضرب به المثل في المنابل الإعلامية العربية والإفراقية والعالمية كل يوم أي لقاء في البطولة ستجد تفويات ستجد أهازيج ستجد أشياء حلقة اليوم ستحدد بتفصيل على فريق الراجا الرياضي لكي مر واحدة ضرفية صعبة خصوصا بعد الهزيمة في أخر اللقاء في البطولة المغربية ضد الفتح الرباطي بثلاثية نظيفة لبعدات الراجا على المنافسة على اللقب بالرغم لأنه حسابيا كل شيء ممكن والبطولة اشتعلت فيها المنافسة بعد هزيمة الجيش الملكي أمام حسنية أقادير بجوج الواحد وانتصار على الويداد يعني نقطة بين الويداد والجيش وكيفما قلت أنا متأكد على أن اللقب البطولة لن يحسن إلا في الجوالات الأخيرة شحن واحد تصفت لي بغينا أخو يا ريدا نعرفو الرأي ديالك فيما يخص الفيديو اللي خرج يوم أمس الفيديو اللي خرج يوم أمس يهدر على فريق الرجاء الرياضي وصراحة كانوا فيه العديد من الاتهامات اتهامات خطيرة بكل ما تحمل الكلمة من معنى وأنا عندي واحدة مسألة كان آمن بها بزي يعني مسألة عندي قناعة شخصية المتهم بريد حتى تتبت إدانته رأي ما يمكننا نحكمه على حتى شي واحد بأي حاجة وأي واحد أي واحد عارف على أن شي واحد فاسد ولك يستافد من المنصب دياله ولك ياخد شي أموال ما يستحقاش وعنده البراهين وعنده الدلائل وعنده الوطائق ياخد الوطائق ويديهم لعنده وكي الملك ويرفع دعوة ويخلي القضاء ياخد مجرعة وقبل قليل المكتب المديري لفريق الرجاء الرياضي نفى جملة وتفصيلة كل ما تم تداوله في الفيديو ووضح وأيضا أرفع دعوة على هذه الأشخاص سيشوش كثيرا على فريق الرجاء الرياضي اللي كيمر موحد الفترة صعبة جدا موحد الفترة حساسة بكل ما تعمل الكريمة من معنى كثة دي الأسابيع اللي جاية ستحدد المصار دي الموسم دي الأراجة فين غادي واش موسم زيان ولا موسم فاشل ونتنعرف على أن الحساب دائما تكون في نهاية الموسم في نهاية الموسم كيكون الحساب كنا عارفين على أن هذا المكتب المسيّر أعطال عديد منه الوعود ما نفدهاش ولكن واش دابة وقت الحشي يجاش أنا سنعرف على أنه في الأوقات المهمة والأوقات الحارجة الدعم ستعطي الدعم للفريق والدعم المدرب اللاعبين ترفع المعنويات ديانهم إلا كانوا شي صاليرات مع طلين المكتب المسيّر سيخلص اللاعبين ويعطيهم أيضا مينح تشجيعية باش يديروا كتر من الجهد دياله ويفرحوا الجماهير إلا كان الراجع بعد نسبيا على المنافسة على لقب البطن المغربية في الموسم دياله ما زال ما سهلاش ما زال مصابقة دي الكأس العرش وما زال المصابقة الأهم دوري أرطال إفراقية اللي كتأهل الكأس العالم للأندية شنو المغزى على أن الفيديو يخرج في توقيت هذا وهذه الأشخاص لو أنهم تحبوا لتغيروا على فريق الراجع الرياضي اختاروا هذا الوقت هذا باش يخرجوا هذا الفيديو اللي خلق واحد البلبلة وخلق واحد الجدل الكبير في مواقع التواصل الاجتماعي يعني الأهلي المصري من دابة بدأت يوجد من دابة بدأت يوجد ومن دابة بدأت يدرس الراجع وكنا عرفنا على أنه تم تعيين حكم سوداني الموقعات الدهاب بين الأهلي والراجع والعديد من الأخبار تؤكد على أن الأهلي المصري سيحتج على القاف لتعيين هذا الحكم بحكم أن العلاقات جد متوترة بين الأهلي المصري والجماهير دياله والهيلة السوداني كنا عرفنا الأحداث الوقعات يعني وآخر اللقاء ليجمع بين الهيلة السوداني والأهلي المصري عرف العديد من الأحداث الغير رياضية وكنا نعرف على أنه كل موسم الأهلي المصري يخرج 11 أو 15 البيان فعليك لا يكل ولا يمل تدافع على الحقوق دياله بجميع الطرق والنتيجة على أنك دائما تتلقى الأهلي المصري في نهاي دوري أبطال الإفراقية على الأقل إلا ما تقيتش قدال الله قد وحنا نبدأ نجبدو المشاكل الداخلية نكاج مهور مغربي وعندما تبدو المصابقات الإفراقية نسعلك المشاكل الداخلية الويداد والراجع والجيش الملاكي وأي فارق تلعبه بسميته باسم الراية المغربية كم كله المغرب أنا أعرف على أنه حمل لا أستطيع التفق معي يقولك لا أنا تنشجعي فرقتي تتبقى هذه القناعة شخصية وحرية لديك ولكن أنا أنا كريضة أي نادي مغريبي كيلعب يا في المصابقات الإفراقية أو في المصابقات العربية أو في المصابقات العالمية سنقف معه نشجع أنا سنشوف على أن التوقيت اللي نزل في هذا الفيديو صراحة غير مناسب تماما وهذه الأشخاص إلا كانت عندهم دلائل ووطائق على أن بعض الأشخاص تستفدون المناصب ديالهم وفاسدين أخويا سير عند وكيل المالك وعطي الحجاج والبراهين ورفع دعوة بلا ما تخرج في السوشال ميديا ودير هذه البلبلة كاملة وفي الآخر نحنا ما عارفينش لحق فين كائن يعني الأشخاص اللي خرجت فيهم مدل اتهامة هذا اللي يقولون القاضع ودبل القاضع غير ياخد مجرأة وحنا كجمهور كتهمنا مصلحة الفارق كتهمنا مصلحة الفرق المغربية وأكيد علمنا الجماهير الرجوية شنو الهدف ديالهم هو يشوف الفارق ديالهم غادي يمزيه أنا عندي واحد رسالة لجماهير تحدد تقولت على أن هنخصص الحلقة للراجل لأنه كيمر محضر فيها صعبة عندي واحد رسالة لجماهير الرجوية خسكم توقفوا وخسكم تشجعوا وخسكم تدعموا الفارق ديالكم وأنا متأكد على أن هذه المسألة ستكون الجمهور الرجاوي عودنا على المستحيل ليس رجاوي الجمهور الرجاوي دائما عودنا على أنه دائما المساند الأول والآخر كانت من تذكيره عشرة دليم ولا خمسين دليم ولا سبعين دليم ستلقى الجمهور الحاضر كانت النتائج إيجابية ولا سلبية ستلقى الجمهور الحاضر كانت الأمور مزيانة ولما مزيانة ستلقى الجمهور الحاضر وراء المتضرر الأول لما تكون نتائج سلبية هو الجمهور يعني كالجمهور مخصقش تركز على ذاك شي ديا السوشل ميديا كيف ما قلت خلي القاضى ياخد مجرعه ومن بعد أي واحد تبت على أنه فاسد رغيت حاسب ولكن دابة ماشي وقت هاتشي دابة وقت على أنك تساند الفارق وقف مع الفارق شجع الفارق دعم الفارق معنويا وماديا وبجميع الطرق لعبين يتخلصوا لعبين الجمهور يصلهم الرسالة على أنه معهم خصوصا على أنك تتواجه نادي يعرف من أين تؤكل الكاتف ونادي يعني يعني كيعرف الدهاليز كيعرف كما نقوله بلغة العالمية يعرف wears الناعم القوانب بالإفراقي أرى ماذا يجب أن Warren يبدو أن يخرجوا البيانات ومن ذا يبدو أن يخرجوا البيانات ومن ذا يبدو أن يخرجوا هذه ومن ذا ومن ذا يعني لما الأهلي يحتاج على أهم الحاكم السوداني برقق استشعلي هذا الحاكم أنا Wen According Go قائد كبيرة تضع حاكم كبير يعني تضع حاكم عنده شخصية وعنده هيبة وحاكم سوداني ما عرفتش نتمنى على أنه يكون عادل نحن كمغاربة نتمنى نتمنى أنه يكون العدم لا نريد أن أعطينا شيئا ولكن أعطي لي كل ذلك حق لا نريد أن تكون نفس المهزلة التحكيمية التي كانت في الموسم السابق وأدت إلى خروج الرجاع الرياضي ولكن قبل أن نهضروا على هذه المسائل أي حاجة دابة تخرج وتشوش على الفريق ستزيد تساهم على أن نتعقد الوضعية وتصب في مصلحة الفرق الأخرى دعوكم في التعليقات فيما يخص هذا الموضوع يعني صراحة لا تريد أن نهضر فيه ولكن يصلوني بكثير من الأسئلة ماذا يريد أن أعرف الرأي دياري أنا كيفما قلت الرأي دياري واضح دابة ماشي وقتاتش دابة ماشي وقتاتش دابة وقت الدعم وقت المساندة وقفت مع الفريق ديالك شجعوا آذروا ماديا ومعنويا والذي عنده شي وطائق ومتأكد على أن كانشي أشخاص فاسدين سير أخوي عنده وكيل المالك وقدمهم ولكن لا تخرج وتدير بلبلة في السوشال الميديا وتشوش على تركيز الفريق فهذه الفترة المهمة عوالين بزاف على الرجا والويداد والجيش المالكي لأنهم إن شاء الله يجيبون لنا الألقاب الإفراقية وباقي أيضا لقب البطولة العربية نتمنى التوفيق أيضا للجيش المالكي المقبل يوم غد اللقاء مهم ضد الفريق الليبي إن شاء الله في البطولة العربية يعني جيش المالكي انتصار مريح في اللقاء الدابر نتمنى على أنه يكمل في المصار والويداد الرياضي اللي هتنصدر أيضا مقابلة مصارية ضد سينبا التنزاني الموسم الأسبوع القادم ستكون لدي حلقة ونتحدث فيها أيضا بتفصيل على فريق الويداد الصعوبات اللي قد يلقاههم في تنزانيا طريقة اللاعب لخصوية لعب بها يعني الأمور التكتكية والأمور التقنية سنجعلها حلقة سنهضر فيها على الرجال خاصة لعب شنوما نقاط القوة ونقاط الضحف نقاط القوة ونقاط الضحف سينبا التنزاني نتحدث أيضا على خاصم الجيش المالكي اتحاد العاصمة الجزائري في الكنفدراليات أشياء كلها سننظر عنها ستكون لدينا حلقات يومية ودائما ستكون بالجديد إذا أعجبكم الحلقة كان أولا لابدامكم اشتركوا في القناة سوف اعجبوا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة